شهد رئيس عبد الفتاح السيسي وشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة اطلاق مشروع رأس الحكمة التنموية بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من كبار رجال الأعمال من الجانبين المصري والإماراتي وخلال فعالية اطلاق المشروع شهد الرئيسان عرضا مبدئيا حول أهداف المشروع ومكوناته وما ينطوي عليه من أهمية اقتصادية واستثمارية وعقارية والسياحية وبئية كبيرة كما استمع لشرح بشأن مميزات المنطقة والخدمات المتكاملة والفرص التنموية والاقتصادية التي يوفرها المشروع وشهد أيضا توقيع عدد من الشركات المصرية والإماراتية على عقود بدء العمل بالمشروع وقد أعرب الرئيسان عن شكرهما وتقديرهما للقائمين على تنفيذ هذا المشروع من الجانبين المصري والإماراتي خلال الفترة الماضية مؤكدين أهميته في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين لكونه يمثل نموذجا للشركة التنموية البناءة بين المصر والإمارات هذا وقد شهد الرئيسان قيام عدد من الشركات العالمية والمصرية والإماراتية بإطلاق شراكة لتعزيز مسيرة الابتكار في قطاع المركبات الكهربائية الذكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اشتركوا في القناة